موسيقى مساء الخير و أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من مصر التعليم ولا شيء غير التعليم هو اللي بيشغل بال الأسر المصرية اللي لدي النهاردة كل الأنظار كانت تتجه منذ الصباح وكانت تترقب إعلان الدكتور طارق شاوي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن ملامح العام الدراسي الجديد ومش بس العام الدراسي الجديد دكتور طارق شاوي النهاردة دشن مرحلة جديدة تماما النهاردة الدكتور طارق شاوي بيحقق الهدف اللي هو سعى إليه على مدى السنوات اللي فاتت هو إن منظومة التعليم تعتمد بشكل تقريبا تقريبا مناصف أو أكثر من المناصفة على التعليم الإلكتروني إن الناس تبتدي تتعلم إلكترونيا استخدام التابلت اللي الناس بدأت في البداية من ثلاث سنين وما كانتش فهم الموضوع والناس من ثلاث سنين طبعا بسبب إن ما كناش متعودين ممكن المنظومة الخاصة بالتواصل والاتصالات وإحنا كأولياء أمور لسه شوية مش واسقين في هذا النظام فكان فيه شيء من المعارضة ولكن مع مرور الوقت عدت الأمور في أول سنوي وتانية سنوي وجايد دور على تالت سنوي خلاص أصبحنا أمام شكل مختلف تماما للسنوية العامة آخر شكل للسنوية العامة الأديمة اللي إحنا وغيرنا طلع من خلالها هي كانت السنة المنقضية المتبقي اللي سقط في السنوية العامة السنة اللي فاتت وهيعيد السنة دي هيعيد على قديمه خلاص ولكن من أول السنة دي الطلبة لدخلين جايين من تانية سنوي وطلعيها تالت سنوي السنة دي في بداية العام الدراسي إن شاء الله نص أكتوبر الناس دي أو الولاد دول ولادنا هيبتدوا يتعلموا بالنظام الجديد سنوية عامة جديدة تماما بفكر جديد تماما الناس كل الأسئلة والمناهج موجودة أونلاين موجودة على التابلت موجودة على المنصات التعليمية أي واحد من أولادنا دول طبعا من دلوقتي هيقدر أن هو يدخل يعمل لوج إن إزاي يعمل رجستر أو تسجيل على الموقع إزاي يحط بياناته إزاي يتصفح حضركم ما تقلقوش اللي في 3 سنوي ما شاء الله يعني عندنا أولادنا ده ده اللي في كيجي وفي قولة ابتدائي عارف إزاي يستخدم الانترنت أحسن مننا ما بالكو الكبار اللي في 3 سنوي أولا قادرين يدخلوا على كل منصات التعليم اللي الوزير قالها سواء بنك المعرفة منصة إدمودو منصة البس المباشر منصة دروس الإلكترونية المنصة الجديدة زاكر المكتبة الإلكترونية اسأل المعلم وهيبقى فيه كده حاجة أبليكيشن زي الأبليكيشن اللي على الموبايل إحنا بنطلب منه العربيات عشان لو عايز روح مشوار الشركات الشهيرة دي أوبرو كريم والكلام ده هيبقى فيه أبليكيشن هيقدر الطالب من خلاله إنه هو يوجه سؤال للمدرس والمدرس يرد من خلال هذا التطبيق حضراتكو إحنا أمام شكل تاني خالص الدولة وزارة تربية والتعليم وزارة تربية والتعليم كان طول السنوات اللي فاتت بيبني في هذا الأمر إن إحنا نوصل للسنوية عامة وإحنا بشكل تاني مختلف السنوية دي لا إحنا أمام سنوية عامة مختلفة تماما يعني هقول كده لحضراتكم بعض مما ذكروا سيد الوزير هنجي نتكلم في الحضور وهنتكلم في أنا صف هيروح كم يوم هنتكلم على كل الأمور دي لكن بس أكفي يعني بس أقول لحضراتكم من كلام الوزير إن السنوية العامة الأديمة انتهت بينما لا يوجد عنصر بشري في السنوية العامة الجديدة يعني خلاص انتهت السنوية الأديمة زي ما حضراتكم شايفين الوسائل المساعدة اللي الطالب هيعتمد عليها منصة البس المباشر للحصص الافتراضية الطالب هيدخل على المنصة دي وهيسجل هيشوف مدرس قدامه بيشرح المادة يقدر يستدعي الدرس يشوفه أكتر من مرة يعني من الآخر ضربة قضية لمدرسين الدروس الخصوصية ضربة قضية النظام الجديد نظام كله إلكتروني النظام جديد حتى تم استدعاء فيه نظام التحسين إن الطالب هيدخل دور شهر 6 تحاني السنوية العامة العادي في شهر 6 هيبقى قدامه كمان فرصة إنه هيدخل شهر 8 النظام ده معروف لولادنا اللي موجودين في الدبلومة الأمريكية مثلا بيلاقوا إنهما بيدخلوا مثلا 3 مرات الامتحان مثلا بتاع آخر سنة لو زي السنوية العامة عن ديرا كده بيدخلوا 3 مرات الامتحان وبيتاخد أعلى رقم بيتاخد أعلى درجة هي دي الدرجة اللي بيتم باعتمدها بياخدوا أعلى درجة جابها كذلك من السنة الجاية الطالب هيدخلوا امتحان في شهر 6 وامتحان في شهر 8 الدرجة الأعلى هياخدها لو جاب درجة أعلى في شهر 6 في كل مادة خلاص جاب مثلا في الفيزياء جاب أعلى درجة كانت في شهر 6 شهر 8 ما جابش الدرجة الكويسة يبقى ياخد درجة شهر 6 طب جيه مثلا في الجغرافيا في شهر 6 ما جابش درجة كويسة جاب أربعين في شهر ستة جيه في شهر ثمانية دخل جاب تسعة واربعين يبقى هياخد التسعة واربعين بتو شهر ثمانية وهكذا شكل الامتحان نفسه خلاص اختلف شكل الامتحان مش هيبقى ورق فاكرين حضراتكم ورقة السنوية العامة دي اللي كان لها رهبة وإحنا كنا بنستلامه وإحنا عادينا على الدكة الخشب وبناخد قدام كل واحد فينا رقم الجلوس مكتوب واسمه قدامه وبتنزل ورقة السنوية العامة واللي كانت باعكاب تتصور وكان بتنزل عن نت السنين الأخيرة ويبتدي الناس تنزل الأسئلة بتاعتها ويقولك تسريب ما بقاش الكلام ده النهاردة بقى الموضوع كله بقى كلها نمازج نمازج إلكترونية كله بقى إلكتروني دلوقت حتى التصحيح حتى التصحيح هيبقى إلكتروني في أربع نمازج امتحانات مدساوية الصعوبة النظام الجيل زي ما قلت لحضراتكم بيعتمد على نظام التحسين الوزير بيأكد إن فيه تكافؤ فرص في النظام الجديد يعني كل الناس زي بعضها مفيش غش بما إن التصحيح كمان هيبقى إلكتروني فأكيد أكيد مفيش هنا تظلمات زي ما الوزير بيقول الحضور في السنوية العامة يومين أو في سنة وعموما يعني يومين في الأسبوع عفوا الشيء برضو المهم اللي وزير بيتكلم عليه هي فكرة عدم موجود كنترولات للتصحيح للسنوية العامة لأن طبعا التصحيح في السنوية العامة هيكون إلكتروني هنا بس فيه جزئية كانت من الصبح بعد أو من الظهر يعني بعد ما سات الوزير انتقم المؤتمر إن بدأت الناس تسأل خصوصاً أعضاء مجلس النواب والله الكلام بالنسبة للوزير إحنا مرحبين به وإحنا بنأيده سواء في شكل فلسفة السنوية العامة الجديدة أو المرحلة السنوية اللي هي تتويج للمراحل التطوير اللي حصلت على مدى ثلاث سنين ضرت التاج النهاردة هي النظام الجديد تاعة السنوية العامة اللي الوزير تكلم عليه وحاولنا إن إحنا نقول لحضركم كده بسرعة الفلسفة بتاعته ولكن بيقولوا الأمر دا محتاج تعديل تشريعي إحنا بنحاول نتواصل مع السيادة الوزير وطبعاً يعني الضغط النهاردة كان الله في العون يعني أكيد تليفونه ما بطلش رن وهو نفسه يمكن ما بطلش رد على الأسئلة يعني ولكن بنحاول عشان نفهم هل هذا الأمر هيحتاج إلى تعديل تشريعي عشان تغيير شكل النظام السنوية العامة بدل ما هو امتحان واحد بس اللي هو بيتم في شهر يونيو وخلاص عشان يبقى فيه امتحان آخر في شهر أغسطس هل هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي في القوانين أو ما إلى ذلك المتصلة بالتعليم هل حاول أن احنا نسأل في هذا الأمر ويمكن يعني لو ما توفقناش النهاردة يمكن بكراً إن شاء الله يكون فيه إجابة على هذا الأمر نشوف التأرير جمعنا فيه بعض من المعلومات اللي جات النهاردة في المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي قرارات هامة أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم تتعلق بتفاصيل العام الدراسي الجديد ونظام الثانوية العامة وأبرزها هو حضور الطلهاب في ظل جائحة كورونا فبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي فكل مدرسة سيكون لها جدولها الخاص بها على أن يكون أربعة أيام لمدارس الفترة الواحدة وثلاثة أيام لمدارس الفترتين مع الحرص على الإجراءات الاحترازية وتقليل كثافات الفصول والحضور بمجموعات صغيرة بحيث لا يزيد الفصل الدراسي عن 15 طالبا مع الحرص على أن يكون هناك مساحة مترين بين كل طالب وزميله الأنشطة عموما هتبقى متنسبة مع عدد أيام الحضور هتبقى موجودة بس بنسب أقل من لما كانوا بيحضروا كل يوم وقال الوزير أن طلاب المرحلة الابتدائية من الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي سيعتمدون على التعليم الإلكتروني والقنوات التعليمية وسيتم تحديد أيام حضورهم وفقا لكل مدرسة على حدة على أن يكون يومين للمدارس الفترة الواحدة وثلاثة أيام في الأسبوع لمدارس الفترتين أما طلاب المرحلة الإعدادية فسيتم توزيعهم على ثلاث مجموعات وكل صف سيحضر يومين في الأسبوع وكذلك طلاب الثانوية العامة الذين سيحضرون يومين في الأسبوع أيضا مع الاعتماد على المحتوى الرقمي المتوافر عبر منصات الوزارة والقنوات التعليمية الوزير أكد على موعد دد الدراسة في الخامس عشر من سبتمبر الجاري للمدارس الدولية والسبع عشر من أكتوبر القادم للمدارس الخاصة والحكومية وأشار إلى أن طابور الصباح لن يتم إلغاؤه وسيترك صلاحيات تنفيزه لمدير المدرسة كما كشف الوزير عن أنه لن يتم طباعة كتب للمرحلة الثانوية العامة العام المقبل وستوفر الوزارة المحتوى التعليمي في شكل رقمي أما عن امتحاناتها فستكون إلكترونية بالكامل بداية من أدائها وحتى مرحلة التصحيح دون أي تدخل بشري من خلال أربعة نمازج امتحانية متنوعة تضمن تكافؤ الفرص عملنا امتحانات إلكترونية في أول أو تانية سنوي لحوالي مليون ومتين ألف طالب والسنوية العامة الحمد لله هي والديبلومات الفنية تنفزت على الأرض فكل ده حصل في الشهور الأخيرة ده اللي هنبني عليه لما هو قادم إن شاء الله وبالنسبة لنظام الثانوية العامة فسيكون بامتحانين في شهري يونيو وأغسطس من كل عام وقد تبلغ المحاولات ثلاث فرص ويمكن التحسين على مستوى كل مادة وأكد الوزير على أنه سيتم لأول مرة تدريس كتاب القيم واحترام الآخر لطلاب الصف الثالث الابتدائي من مصر طارق أحمد كتاب القيم واحترام الآخر لها الدرس إن شاء الله لولادنا اللي في ثالث الابتدائي من أول لعام الدراس الجديد دي طبعا بي خطوة جميلة جدا حضراتكم متخيلين لما الطفل بيونشع على فكرة احترام الآخر على تقبل الآخر إن في قواعد دينية وقواعد أخلاقية وقواعد إنسانية بتجعلني لازم إن أنا أتقبل آخر مهما كان اختلافي عنه في أي من الأمور أو اختلافه عني في أي من الأمور هنا فكرة الاحترام دي الأمور اللي الولاد لازم يتنشأوا عليها أو ينشأوا عليها في وسط الزحمة اللي إحنا شايفينها من اللخبطة والقيم الدخيلة اللي للأسف ولادنا بيتعرضوا ليها على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في المجتمع بعض الأمور السلبية اللي إحنا بنشوفها معانا البطل صاحب هذا الاقتراح اللي كان موجود في مبادرة قادرون باختلاف في شهر 12 اللي فات أمام سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهند طفل الجميل اللي أنا عارف كان مع زميلة العزيزة الإهام إبراهيم ما فيش من كام يوم كان منوارنا في الستوديو ده ومهند الجميل هو اللي كان طلب ده من سيادة الرئيس في الاحتفالية إنه يكون في مادة بتعلم الأطفال إزاي يحترموا بعضهم وفكرة قبول الآخر فمهند أنا بحييك يا حبيبي وأهلا بيك يا مهند ووحشني أهلا مصالا أهلا مصالا إزاك يا مهند أهلا مصالا يا أستاذ عمد حبيبي عمل إيه الحمد لله تبعت النهاردة المؤتمر بتاع دكتور طارق شاوئي لا يا فانديم بس أنا سمعت من بره يا عمد أنت في سنة كم؟ سنة أولا إعدادي طالع أولا إعدادي طيب أنت عارف أنت كده أقول إعدادي أنك أنت هتروح يومين في الأسبوع أه إن شاء الله يفهمني بقناة يا حبيبي بالتوفيق بالتوفيق قولي حد بقى بلغك النهاردة أن الدكتور طارق شاوئي أعلن أن تم الاستجابة لطلبك وأنه هيكون فيه كتاب عن احترام الآخر عن القيب واحترام الآخر وأن أنت السبب في ده؟ كتير بلغوني كتير؟ طيب أنت كان إحساسك إيه بقى لما عرفت بها؟ كان إحساس جميل جدا يا فندم أن طلب من الرئيس اتحقق بعدها بأقل من 10 أشهر طيب دلوقتي تفتكر بشكر يا فندم ويعني وبنسبة ذكرنا الموضوع أنا بشكر فخامد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه هو سرعة الاستجابة طلبي وبشكر الدكتور طارق شاوخي وزير التربية والتعليم على أنه هو نفذ يعني المقترح الصلب بتاعي أي والمقترح بتاعي وكمان وعايز أشكر الدكتورة أمل مبادة طبعا المهندسة أمل مبادة أثر في ولاد كتير جدا 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 زيك وهينمي القيم وفكرة تقبل آخر عندهم فأنا بشكرك يا حبيبي شكرا جزيلا وإن شاء الله كده نشوفك عالم مصري جميل كلنا نفتاخد به مهند الطفل الجميل المفوى ربنا يا رب يبارك فيه ويحفظه ويبارك لوالديه فيه يعني ونشوفه إن شاء الله حاجة كبيرة كلنا نفتاخر بيها بعد شوية إن شاء الله أو بعد ما فيش دقايق ليلة جدا هنلتقي في حوار نهاردة اليوم كله تعليم هنلتقي بحوار الحقيقة أنا ساعدت جدا إن أنا أتشرف بلقاء الأساس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي من يومين في جامعة الجلالة في مدينة الجلالة الجديدة المدينة العالمية الجميلة كنا جوه الجامعة واحدة من الجامعات الأهلية جامعة الجلالة حاجة عظيمة وحاجة ضخمة جدا وإنجاز كبير جدا الحوار لمدة ساعة حضراتكم هتشوفو دلوقتي اتكلمنا فيه عن كل ما يتعلق بالجامعات الأهلية كل اللي حضراتكم عايزين تعرفوه المصاريف التقديم الكليات الأقسام الجديدة التقديم هيبقى ازاي أعضاء هيئات التدريس المستقبل حتى بتاع الأقسام الجديدة اللي الطلبة هيلاقوها في الجامعات الأهلية فكرة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية فكرة الصعيد فين من الجامعات الأهلية الجديدة كل ما تتخيلوه حضراتكم وكل أسئلتكم أعضاء هيئات التدريس واختيارهم وإمتى هيشتغلوا والمناهج كل ما يتعلق بالجامعات الاهلية حضركوا هاتبعوه دلوقتي في لقاءنا مع الدكتور خالد عبد الغفار مش بس الجامعات الاهلية لا كمان اتكلمنا على التعليم العالي كلمنا على الجامعات العادية بقى انشامس والقاهرة وبنسويف وأسيوت وأسوان وكفر الشيخ الجامعات الأديمة وتطورها والكليات الأديمة وتطورها تطور المناهج الخرجين هيبقى عاملين ازاي حتى الكورونا والمتشفيات الجامعية واستعدادها للموجة التانية من كورونا لا قدر لها هيبقى عامل ازاي فكرة الرصوب ورسوم الرصوب والمجانية والإشعاعات اللي بتحصل على المجانية كل ده هيتم ان شاء الله تطرق إليه ده ان شاء الله هنشوفه بعض الفاصل نتابع اللقاء مع دكتور خالد عبد الغفار ولكن قبل مطلع الفاصل كان فيه ناس الحقيقة فيه عدم وضوح فيه فكرة قانون التصالح هل كله هيتزال وفقها خلاص المهلة بقى فيها 22 يوم يعني اخرنا 39 وهم 11 المفروض خلاص مفيش تصالح وفقا للقانون ولكن الناس فاكرة ان كل حاجة هتزال لا طبعا 99% من المخالفات لن تزال لن تزال 99% 1% فقط من المخالفات هي اللي هتزال اللي هي حوالي 8 حالات التمن حالات دول هي دي الإزالة الفورية اللي هي ايه تهديد سلامة السكان الاعتباء على حق مجار التعدي على حقوق المواطنين الضرر بالميراث الاثري الاضرار بنهر النيل اعادة انشاء المناطق العشوائية او البعر العشوائية تشويه المعمار وتهديد الامن الجو هي دي التمن حالات اللي هنشوفهم دلوقتي مع بعض اللي بيستوجب الإزالة هنشوف التقرير السريع ده وبعده نلتقي بالدكتور خلد عبدالغفار خليكم معنا الحق دول عاوزين يهدوا البيوت والعمارات عبارة مغرضة بقينا بنسمعها ونشوفها على السوشيال ميديا وبعضنا حتى بيصدقها من غير ما يحاول يعرف الحقيقة اللي بتقول ان اللي بتنفزه الدولة حاليا مش هدم لا ده إصلاح وحفاظ على الحقوق ازاي؟ حقول لك القانون اسمه التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يعني الهدف منه تعديل الأوضاع الخطأ مش أزية حد بتتصالح الدولة مع معظم المخالفين بعد ما يدفعوا غرامة التصالح والغرامة دي هي حق المواطن اللي مش مخالف اللي هم الغالبية العظمى من المصريين اللي بيجور عليهم الأقلية المخالفة لأن الغرامة هي فلوس حتتحول لطرق ومدارس ومستشفيات وخدمات نستفيد بيها كلنا والحالات دي اللي القانون أجاز فيها التصالح حوالي 99% من المخالفات أما الواحد في المية المتبقي واللي بتقوم فيه الدولة بتنفيذ الإزالة بالفعل فده بيحصل في 8 حالات فقط وهي المخالفات اللي لا يمكن أبدا يتم فيها التصالح لأن مش ممكن حد مننا يقبل استمرار مخالفة حتهدد سلامة السكان أو تعتدي على حق الجار أو تضر بمراسنا وتراثنا الأسري أو تهدد أمننا الجوي وخطوط الطيران المدني أو تشوه معمرنا أو تتعدى على حقوق المواطنين في الشارع أو تضر نهر النيل أو حتى تعيد إنتاج المناطق العشوائية مرة تانية يعني الإزالات اللي بتنفذها الدولة في الحقيقة مش هدنة الإزالة في الحالات دي هي إصلاح سعداء إن إحنا نكون موجودين النهاردة في نموذج للمرحلة الانتقالية اللي مصر بتمر فيها أو بيها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي إحنا موجودين النهاردة في جامعة الجلالة واحدة من صروح كبيرة واحدة أو جهد من جهود كبيرة بتقوم بيها الدولة حاليا لتغيير شكل التعليم العالي في مصر والبحث العلمي في مصر كل ده عشان خدمة التنمية خدمة المجتمع نلاقي إن شاء الله خريج قادر إن هو يتنافس مع نظراءه في الجامعات العالمية برحب بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد إحنا سعداء جدا بوجودنا النهاردة مع حضرتك في الجلالة وجامعة الجلالة إحنا السعداء الحقيقة بوجودك معنا لأن ده بيدينا يعني إحساس إن إحنا محتاجين نوري ناس وإحنا نعرض حجم الإنجاز الكبير اللي اتعامل ده لناس كثير مش عارفة صحيح الحقيقة أنا أول مرة أدخل جامعة الجلالة أنا فجأت أولا من حيث الشكل ومن حيث حتى المباني وتأسيم الجامعة إن إحنا قدام جامعة على نموذج أو طراز غربي طراز عالمي تضاهي الجامعات الدولية اللي موجودة في مصر أو حتى اللي بره مصر يعني اللي إحنا موجودين فيه ده 173 فدان 15 كلية 66 برنامج دراسي كل مكان موجود في الحارات التي تشوفه ده اتعامل بدقة كبيرة جدا وتعمل بتقنية عالية جدا يعني شفنا أحدث ما توصل إليه العلم في إنشاء الجامعات على مصر العالم واخدنا منه وبالتالي ما سبناش حاجة للصدفة من أول البنية التحتية المعلوماتية علشان كل طالب هنا يقدر أنه يتعلم بشكل زكي هناك مفهوم كلمة الجامعة الزكية فالجامعة الزكية هي تتعامل مع برامج دراسية زكية بتتعامل مع ارتباطات ما بين الطالب وبين عضواء التدريس والتواصل زكي بتتعامل في امتحانات إلكترونية زكية إذن كل ما تحتاجه الكلمة التقنية والتكنولوجيا فيها الجامعات متوفر في هذه الجامعة منذ إنشاءها نظيم سيد الوزير هنيجي على كل تفاصيل الجامعة والأماكة احنا موجودين فيها ورانا كلية الهندسة وجنبنا كلية العلوم ثم بعد كده بنروح لحتى مجموعة الكليات الطبية بنلاقيهم كلهم جنب بعض ففي واضح إن فيه نسق فيه هدف معين الدولة ككل بتنفذوا بمعنى كأننا في مرحلة انتقالية ما بين ما هو قديم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وإحنا في مرحلة انتقالية وأمامنا صورة جديدة أو قدامنا مهمة جديدة واضح إن الدولة بتنفذها فأرجو حضرتك تقول لي هل أنت بعضة صحة ولا غلط هل إحنا قدام فلسفة واستراتيجية جديدة الدولة بتنفذها بداية هي قد تكون عن طريق جامعات الأهلية شوف إحنا يعني من 1908 من أثناء يعني بنتكلم على إنشاء جامعة القاهرة وفي هذا التوقيت زدنا جامعات على مدار الوقت سواء جامعات حكومية النهاردة عندنا 27 جامعة حكومية على مستوى حفظات مصر كلها وأضفنا في بداية التسعينات جامعات خاصة ثم في منتصف التسعينات وأواخر التسعينات بعض الجامعات الأهلية ثم حدثت الصورة اللي أنا بتصور أنها دي صورة تعليمية بحق في خلال الفترة الماضية اللي في خلال النور الخمس ست سنوات السابق ليه؟ لأن يعني لأول مرة بقى عندنا يعني قيادة سياسية وحكومة توفر كل اللي تحتاجه الدولة من الدعم في معجلة التعليم لأن إحنا ممكن نحلم بس نعرفش نعمل اللي إحنا بنحمله ده يعني لو أنا حلمت بصروح علمية وبرامج تعليمية وبتوفير أماكن دراسية للطلاب متميزة ومعنديش القدرة في الدولة أنها تحط مليارات اللي إحنا مقفين فيه ده أنا مش عايز أقولك الأرقام أرقام كبيرة جدا تقريب من غير الأرض لا لا ده دي بس 13 مليار الجلالة بس؟ بس من غير قيمة الأرض الجلالة بس 13 مليار بس أنا بنكلم على 50 مليار للأربع جماعات الأهلية أو للتلاتة من غير الجامعة أنا بتكلم على فرش وتجيز ومعامل وإمكانيات وبنية أساسية معلوماتية يعني أمس كنا بنشتري الحاجات الخاصة بكليات طب الأسنان والصيدلة يعني هائة الشرى الموحد هي اللي بتشتري كقانون للدولة اتعرض علي الحاجات اللي احنا بنجيبها الحاجات اللي احنا بنجيبها يعني لو أكبر جامعة في أمريكا بتشتري بتشتري من نفس النموذج ده ومن نفس الخيمات ونفس المواصفات احنا جابين آخر حاجة في العالم آخر حاجة وده كان وعد سيد الرئيس قال احنا هنعمل جامعات هتشوفوها مش هتكونوا شفتوها قبل كده فإذا العمل على تأكيد الماضي بعرقته جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية وجامعة عنشمس والمنصورة وأسيوت صراح علمية ضخمة خرجت أجيال وعلماء طبعا في كل العالم بل خرجت زعماء في العالم حقيقة وكتير متخرجين من جامعة أنا روحت لجامعة توكيو وسلمت لعمد توكيو نسخة من الشهادة اللي هي متخرجة فيها من كلية الأداب جامعة القاهرة ملكة الصوفية خرجت من مدرسة في جامعة اسكندرية ملكة رانيا يعني أعلام من المصريين دكتور زويل دكتور فاروق الباز دكتور مصطفى السيد دكتور مجدي عقوب عد صحيح عد كل دور جايين منين جايين من جامعاتنا العريق إذن الرد على السؤال إحنا بنعمل نموذج تعليم جديد عصري يتماشى مع احتياجات العصر يتماشى مع فكرة الإنسان المصري للمستقبل ولو أنت فكرت هتلاقي الرئيس بيعمل طرق لهذا المعنى أنفاء لهذا المعنى مساكن بهذا المعنى تطور صناعي بهذا المعنى تطور زراعي لهذا المعنى إذن هو فكرة أنك بتنقل شكل الإنسان المصري لمكانه تانية يمكن حصل ضعف لهذا الكيان على فترات السنوات الماضية بشكل كبير لكن الإنسان المصري ليه طبيع ليه جينات رجعه تاني بسرعة جدا يرجع يبقى قوي وينطلق ويبقى متميز ده اللي احنا بنحاولنا أكيد الانطلاق أي مجتمع بيبقى عن طريق العلم والعلم هيأتي من الأماكن والمعاهد العلمية العالمية ويبقى للمعاهد الدولية سواء من حيث المحتوى أو من حيث الإمكانات المتوفرة أسأل هنا حضرتك على إيه اللي بيميز الجامعات الأهلية النهاردة شايفين القيادة السياسية ودعم كبير أربع جامعات أهلية موجودين هنا محرك في الجلالة في العالمين في محافظة مطروح في جامعة الملك سلمان الموجودة في جنوب سينة بنشوف المنصورة الجديدة في المنصورة غير جامعات أخرى الفلسفة يا فنم اللي بتقوم عليها الجامعات الأهلية بتميزها عن باقي الجامعات الأديمة الجامعاتنا العريقة حتى تختلف فيها بيها عن الجامعات الخاصة تتميز بإيه الجامعات الأهلية؟ أنا عايز أقولك إن إحنا مش عايزين اختلاف إحنا عايزين تكامل يعني إحنا وإحنا بنشتغل مع بعض في ملف الجامعات الأهلية إحنا اشتغلنا جامد جدا ولازلنا في الجامعات الحكومية لأن الكتلة الحرجة في المصريين بيخشوا الجامعات الحكومية أنا عندي 3 مليون طالب الجماعات الخاصة بتستوى ب7-8% منهم مع شوية المعاهد الخاصة كمان حوالي 12-13% لكن لازال أكتر من 80% من الملتحقين بمنظومة التعليم العالي سواء في المعاهد أو في الجماعات هي في الجماعات الحكومية فإذا التطوير والتحديث في المناهج وفي المنشآت وفي البنية التحتية المعلوماتية هي كمان نصبها للجماعات المجانية الحكومية بدليل أن احنا آخر يمكن شهر تم التصديق على ما يقرب من 5 مليار جنيه لتحديث البنية التحتية المعلوماتية في الجماعات الحكومية كلها يعني هل أنتم بتقولوا ليميز الجماعات الأهلية أنها زكية ومعنى كده أن الجماعات الحكومية غير زكية أبداً يعني مش هنبني جماعات أهلية وننسى الجماعات والكليات الأديمة تطور شغال هنا وهنا في نفس التوقيت وطم التصديق على المبلغ نقول تحردك عليها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعمل وإحنا بنتكلم على توصيل البنية التحتية في كل الجماعات الحكومية فإذا منظومة التحديث منظومة ديناميكية شغالة في كل حتة طب إيه اللي يميز هنا؟ إحنا بنتكلم على رحنا مكان بعيد أولاً يعني لقينا مكان أو تطرقنا إلى أماكن غير مأهولة من قبل حتى لما رحنا رايحين قريب الإسماعيلية الجديدة وشرق برسعيد ده أماكن مفيش فيها كم من السكان ففكرة أنك بتنشئ جماعات أهلية في أماكن جديدة ينشأ حواليها مجمعات تكنولوجية وينشأ حواليها كم من المجتمعات ده في حد ذاته شيء مهم جداً صحيح فده يميز لما يميز كمان حدثت منظومة البرامج الدراسية إذن البرامج الدراسية اللي بتقدم من خلال الجماعات الأهلية الجديدة هي برامج إلى حد كبير بدية من الأول يمكن إحنا عندنا برامج في الجماعات الحكومية بنغيرها أو بنعدلها هنا أنت بتبتدي من الآخر هنا أنت من أول السطر بتشوف برنامج هندسة الفضاء اللي بيقدم في جامعة X في أمريكا بتجيبه هو يشتغل هنا طبعاً الحاجة مهمة كمان إن أنا بجيب العلماء المصريين اللي بيشتغلوا برا أقدر أن أنا جيبهم هنا يشتغلوا حصل لفندم توقامة مع جماعات أو حصل تواصل حتى مع علماءنا اللي في الخارج؟ حصل بالفعل الأول توقامة مع جماعات إحنا يعني عندنا كم من الاتفاقيات في الجامعات اللي أنا حركة ذكرتها دي كتير جداً وإحنا في نطاق دلوقتي بننتهي من العقود النهائية معهم اللي ممكن تصل إلى اعتماد برامج أو حتى برامج مشتركة أو حتى شهادات مزدوجة يعني بياخد شهادة من هنا وياخد شهادة من الجامعة من بره فده بيحصل الإضافة إلى الحركة سألت إن إحنا بنتواصل مع علماءنا المصريين في الخارج وكنا يعني من فترة قريبة مع حوالي 140 عالم مصري وعايز أقولك إن كم كبير جداً منهم بالفعل تعاقدوا معنا بطريقة أو بأخرى سواء عن طريق التعليم عن بعد أو عن طريق التعليم المتعلق بأن هو يكون متواجد بعض الوقت من السنة أو حتى أن يقعد سنة كاملة عندنا الشرايح يا فندم الجامعات الأهلية بتخطبها من المجتمع المصري هي مين طبعاً طبقة المتوسطة وده مش معناه إن هذه الجامعات ليست معنية بالغير قادرين لا ده إحنا عندنا منح دراسية وعندنا بس شرط التفوق يبقى عندنا منح خاصة بالمتفوقين والغير قادرين لكن هي معنية بشكل كبير إلى طبقة المتوسطة التي تستطيع أن تتحمل جزء من نفقات التعليم لأن جامعات الأهلية غير هدفة للربح ومعنى كلمة غير هدفة للربح يعني اللي إحنا عاملينه ده اللي بقوله حردك عليه يقرب لـ 13 مليار جنيه إحنا لو حاولنا نعيد استثمار الفلوس دي من خلال المصاريف اللي الطلب يدفعوها محتاجين 40-50 سنة فما فيش في الدنيا مشروع استثماري يبقى العائد الاستثمار بتاعه في 40-50 سنة فبالتالي الدولة لما عملت اللي إحنا موجودين في ده ما عملتوش بغرض أنها تستثمر فلوس لكن علشان تستطيع أنك أنت تصون كل الحاجات دي وتغير المعامل بتاعتك كل سنة وتقدر من أنت تقدم خدمات تعليمية راقية لابد أن يكون هناك مقابل يسمح لك بهذا فاستمرارية والاستدامة هو فلسفة وجود عائد يعاد ضخ استثماراته في الجامعة إذن لا يوجد عائد مادي بيتم استغلاله من هذه الجامعات ولكن هي العائد المادي يعاد ضخه في استدامة المشروع يعني ده نفهم نقول أن الجامعات الأهلية زي الجلال اللي إحنا فيها النهاردة ولا تبدأ إن شاء الله الدراسة فيها بعد أيام مليلة هي بتقدم خدمة تعليمية تكاد تتفوق على الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر اللي بتدفع فيها من أولياء الأمور أرقام فلكية ولكن حتى في الجامعات الأهلية هي المصاريف أرخص بكتير وقد تكون الخدمة تتفوق على ما يقدم في الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر يعني خلينا نقول إن إحنا بنحاول نعمل كده بشكل كبير جدا نحاول إن إحنا يبقى عندنا نموذج تعليمي متميز بأسعار متناسبة جدا وتاني بقى أكرر إن عمر ما هيبقى العائق المادي هو عائق لدخولك الجامعة إذا هناك تفوق وإذا هناك وسيلة إن إحنا نديلك منحة دراسية وإحنا اتفقنا مع بعض البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي المصري قريبا إنه هو الحقيقة أول ما قلنا له الفكرة فقال أنا داعم معاكم بمبلغ كبير جدا وحددنا المبلغ بالفعل وخصصناه لبعض البرامج الدراسية في مثلا الزكاء الإصطناعي في إنترنت الأشياء في السايبر سيكوريتي في الكمبيوتر الكلاودي وهكذا دا ليه يعني أحدث العلوم اللي بتدرس في العالم أو العالم كله بيناقشها زكاء الإصطناعي مثلا إحنا عايزين نخلي الناس تتعلم الحاجات دي برضو لأن الناس لازالت عايزة تخش طب وطب أسنان وصغدالة وهندسة حاجات كبيرة وده شيء يعني موجود شوفناه وإزام ده سورانا والعلوم بمبنا والطب بعدنا بشوية طبعا كلية العلوم دي صارح يعني أي حتة في الدنيا عشان دي يتطور العلوم التطبيقية والعلوم الأساسية لازم يكون عندك كلية علوم قوية جدا حقيقي يعني الدكتور زويل طب هو خريق كلية العلوم الدكتور مصفر السايد هو خريق كلية علوم وهكذا كل العلماء اللي حاصلين على نوبل أغلبيتهم من مصر كانوا من ناتج كلية العلوم حقيقي فإذا نحن هنا بنتكلم على منظومة يعني معنية بتقديم تعليم جيد لكل إنسان استطاع أو غيره استطاع حقيقي حقيقي سيادة الوزير الأعضاء هيئات التدريس واللي هيقوموا بقى بتنفيذ هذه البرامج مثلا الجامعة هنا في جلال عركة تفضلت وقلت في 66 برنامج تعليمي بيطبق على أعلى المعايير الدولية إزاي بقى بيتم اختيار وانتقاء عضاء هيئة التدريس والمسؤولين عن تطبيق البرامج التعليمية دي لشببنا ده مهم لإنه وإحنا وإنت بتقول كده واللي بيتفرج علينا هيقولك طبعا في ناس أنت عارف دايما تحب تبص على ناحية تانية خالص يعني تسيب الحاجة الحلوة وإلك اللي بيعملوا ده كله هيجيبونه ناس تدرسوا فين هو فيه عضاية التدريس عشان يدرسوا في كل الحاجات دي لا الإجابة سهلة جدا أولا إحنا عندنا لما عملنا إعلان جالنا خمسة وستين ألف واحد متقدم علشان الوظائف ناس هتقول طيب منتو كده هتفرغ الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة من الكفاءات اللي فيها اتقال كده الحقيقة ده مش صحيح لأن احنا أولا اللي بيعملوا في البرامج دي هي زي برة طب تروح برة تلاقي قسم بالكامل في أقوى جامعة هو قوامه ثلاث أفراد مدرس وأستاذ وواحد بيساعده أنا شفت بعناي أنا تعلمت برة وعارف أنا بقولك حكاية أن يكون في قسم واحد أربع تلاف وأنا مش عايز أقول أسامي أن يكون في قسم واحد في كلية واحدة في 800 عضو هاي التدريس أو 1200 عضو ده مش موجود غير عدد مش موجود فإذا قدرة الإنسان على أن هو ينتج ليس بالعدد ولكن بتفرغة بالعمل بالكيف وليس بالكم ده واحد عندنا من الكم كتير أوفا ده واحد اتنين عندنا حاجة مهمة جدا أن احنا بنستقطب العلماء اللي عاديين برة فإذا ده صورس تاني من أعضاية التدريس هيشتغل معنا مش مؤثر على الجماعات الحكومية لأنه ده جي من برة هيجي مثلا فيه ترم مثلا فيه سمسر هيقدمه فيه عدد محاضرات معينة يأديها ويسافر بالضبط حاجة تالتة كمان مهمة أن احنا مش بس مؤتمدين على أعضاية التدريس اللي بيعملوا في الجماعات الحكومية اللي احنا ما كنا موجودين في يوم النهاردة خمسين طالب بيدرسوا برة منهم اللي بيعمل الماجستير ومنهم اللي بيعمل الدكتوراه في الخارج طب هو عايز يرجع بلده طب و لما يرجع بلده ما يشتغلش معنا ليه مصبوط واحد برضو من اللي بيسمعه أحددك هقول لك هو عنده خبرات تدريسية زي اللي عندنا ما يتعلم خبرات تدريسية مصبوط ما احنا كلنا سافرنا وعرفنا اللي بياخد دكتوراه أثناء مناقشاته أو أثناء درسته للدكتوراه بيتعلم بيخش يساعد اسمه teaching assistant فإذا احنا مصدرنا للعمل في هذه الجماعات هو أعضاء ايدي التدريس المتميزين في مصر ودول مش قليلين أعضاء ايدي التدريس العلماء المصريين اللي عاملين في الخارج أولادنا اللي اتعلموا برة في الخارج ورجعوا وبيدوروا على فرص عمل وعندهم شهادات راقية جدا نستطيعنا نستخدمهم فيها كل ده يعني يعوض كلمة وانتوا هتلاو أعضاء التدريس من ين يدرسوا الحاجات جزء التاني أو الشق بقى التالي احنا كلمنا على البنية اتكلمنا على المحتوى اتكلمنا على القائم بعملية التدريس في هذه الصروح العلمية الجديدة واللي بتضاهي مسيلاتها في العالم الجزء الضلع الرابع فيه قد يكون المتعلم نفسه أو الطالب ازاي بيتم انتقاء الطلاب احنا عارفين فيه موقع وفيه تنسيل الجامعات الاهلية وتم مده فيه اقبال كبير ولكن ايه هي الشروط ايه المواصفات الحضرتك بترى انها معتبرة لكي يلتحق الطالب المثالي في هذا المكان ده السؤال مهم جدا لان ده ميزة برضو من الجامعات الاهلية يمكن مش موجود في الجامعات الحكومية اللي بتاعتمت فقط على التنسيق كلمة التنسيق يعني درقتك مسمطة كده مظبوط انت جبت تمانية وتسعين هتخش كلية كذا ما عرفش قدرتك ايه تانية ما عرفش طريق تفكيرك ايه الجامعات اللي احنا موجودين فيها دي درقتك في السنوية العامة لا تمثل اكتر من خمسين في المية من فرصة اللي تحققك هنا يعني انت جبت المية في المية كويس هتاخد عشرين نقطة مثلا يعني عشرين نقطة من مية او خمسين نقطة من مية لكن هيبقى عندك ثلاثة امتحانات امتحان لغة امتحان في التخصص اللي انت رايحه رايح في القطاع الهندسي اللي احنا قدامه هتامتحن امتحان معين في الفيزيكس والكيميستري والماثماتيكس والراضيات رايح امتحان في القطاع الطبي اللي هو الناحية التانية هتامتحن بيولوجي والكيميستري وفيزيكس دي في اساسيات العلوم دي فهم اساسيات العلوم اه يعني خلاص سنوية اه خلاص سنوية بحاجة بتقيس قدرات او مهارات عنده تقدر تتوأم مع المناهج اللي موجودة هنا. مش مس جده. ده انا بقس له كمان امتحان جايب له امتحان من انجلترا في في التفكير النقدي. الله. امتحان ده بي بيقدم للطلاب اللي داخلين من اكبر خمس جماعات فيها الاقتصال على مستوى العالم. وشركة ماكات جبناها من انجلترا عشان تقدم هزا طلب هيخش يعمل اكاونت. ده اليومين جايين دول. مم. وهيفتح هو يخش على الامتحان واتيك تو تطلع. ناخد ده مع ده. مع ده. مع السنوية العامة ونعمل متواصل تقوله تخش لما تخش. ده حاجة عظيمة. هو ده حلم نعمله. ده حاجة عظيمة. حلم احنا بنتمناه في كل جامعتنا ان هو ده لطريقة التقييم. ليه? لان هل احنا كلنا انا وانت وانا هو مسؤول. عندنا ثقة في طريقة تقييم الطالب في السنوية العامة? اه ممكن الطالب نفسه يكون تعرض يكون زاكي وشاطر لكن تعرض لزرف ما ادى ان هو مستوى او مجموعة تراجعة. او العكس. ولكن قدرات او العكس. حفظ واخد دروس وجاب تسعة وتسعين ولما دخل كلية الطب بسيط. اه في عوامل مساعدة كتير بتقدر ان تكون غير واقعية. فاذا احنا عايزين نقيس مهارات وقدرات الطالب الحقيقية. حقيقة. اللي هي اه بت بتخلينا نقدر نحكم عليه بشكل متمازمي. باش بس حكمنا عليه مجرد من امتحان اللي هو اللي هو السنوية العامة. فده وده برضو آآ تغيير كبير نمطي. طبعا. في آآ التقييم وفي آآ طريقة الدخول اللي لاتحق بهذه الجماعة. يعني حضرتك ده بيأكد الكلام اللي حالي تكرمته وذكرته. ان الهدف مش ربحي. انا مش بعمل جامعة عشان اخد منها مصاريف عالية وبالتالي يبقى فيه مكسب. لا ده انا مصاريف قليلة وبنطقي حتى اللي هيدخل عشان يكون عنده قدر ان هو يستفيد من العلم اللي بيقدم في الجماعات الاهلية. هو الانسان المصري والطالب المصري طالب متميز جدا. ومش احنا اللي بنقول كده. يعني الطلب اللي بيدرسه برة في الخارج. كل ما بنسافر في حتة يقولوا احنا عندنا يندلنا الطلب المصريين. ايو فى الحقيقة هم آآ متفوقين وديديكيتد وبيشتغلوا وورك هارد بشكل جامد جدا في جوه المعاملهم. ممكن يعني آآ يتفوقوا عن نظرهم في نفس بلد اللي هما بيدرسوا فيه. احنا بنعتمد على كده. احنا عايزين آآ يعني ندور ونفتش على النبهاء والنوابغ ودول بالماليين بالمنازمة. مظبوط. يعني ممكن انت تشوف انت اكلمت على على الطالب اللي بيشتغل. ابراهيم. ابراهيم. وهو وهو جب تسعة وتسعين وستة من عشر. اه هو ابراهيم لوحده. هو في آلاف من ابراهيم. اه ستة وتسعين. جب تسع وتسعين التسعة وتسعة وثانية وستة من عشر مصبوطي فرحة. في الف من ابراهيم موجودين في مصر. طب احنا بندور على دول. لان ده ولد مشتغل. مكتهد. قنوع. اه عنده عزة نفس. وعارف هو عايز ايه. ده واحد بيقول لك انا عايز اخش كلية الطب جامعة سكندري. انا عرضت عليه. ايه. تقول له خش اي جامعة بما فيها الجلال اللي احنا فيها دي. قال انا كان امنيتي وانا ماشي في سكندريا انا اخش جامعة سكندريا. كلية الطب. مش بس كلية الطب. وده خصص. عايز جرا يعني هو ما قالش رمض ما قالش نسا ما قالش أطفال فده شخصية من الشخصيات المصرية الأصيلة اللي لازم نصلط عليها الضوء ودول موجودين كتير احنا هنا عايزين كتير احنا عايزين نطلع نمازج من هنا تبقى نمازج مضيئة نمازج الناس كلها تبص لها عشان المجتمع معني بحاجات تانية كتير قوي بتقول للناس وكأن كل الشباب شباب مش كويس أو شباب مش مسؤول لا ده احنا عندنا ولاد يفرحوا وعندنا مجتمع كويس جدا اذا توفر لي العلم والدراسة الصح هيبقى ناجح وهيبقى قائد وهيبقى نافع لبلده احنا بتمتعد جيل هو ده الغرض من هنا حلو قوي يبقى الغرض من هنا فندم ان احنا بنخدم على اهداف الدولة الدولة عايزة تروح فين بعد عشر سنين وبعد عشرين سنة بعد الخريج ده ما يخرج ويبتدي يشتغل فخليني احلم مع حضرتك احنا من خلال الجامعات الاهلية وانا عارف ان فيه خطة للتوسع فيها فان مش كده صحيح احنا راحين فين لما نبقى عشر جامعات اهلية مش اربع جامعات اهلية بس زي ما كان فيه اجتماع مع سيادة الرئيس وتم الاعلان عن ده من ايام قليلة يعني خلينا يعني انا 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 قلتلك ان احنا امام فترة او حقبة من الزمن غير متكررة اه فغير متكررة ان يكون هناك قيادة سياسية متمثلة في رئيس جمهورية اه معني جدا ببناء الانسان وشايف ان اي انسان مش هيتغير غير بالتعليم واي دولة مش هتتقدم غير بالتعليم والبحث العلمي ده ما كانش موجود في اوقات كتيرة من مصر وانا بقول كده وانا يعني عضو هاي التدريس من اكتر من 30 سنة وقادر اقولك ان اقسات زيتي اللي علموني وشوفنا وعيشنا كلنا لكن عندما يكون هناك دولة من اول القيادة السياسية لحد الحكومة كله مقتنع بفايدة التعليم ده يخلينا كلنا نتفائل ان احنا عايزين نروح ببلدنا في حتة تانية خالص وقناعة ان اللي هيعمل معنا كده هو التعليم الجيد فالتوسع في النوع ده من التعليم وسواء بقى في عشر جماعات اللي حارتك اشارت اليهم مع السياسة الرئيس ده مش سهل يعني عشان نروح نتكلم مع السياسة الرئيس بحلم ان احنا نعمل جامعة في شرق الاسماعيل او في شرق بورسعين او في باني سويف او السهاج ونخرج من عنده من سياسته بتكليف رسمي ان احنا هنطبق ده في خلال قد ايه ونعرض علشان يكون هناك متابعة وانت تعلم ساة الرئيس لما بيكلف بشيء مزبوط بيتابعه باليوم ينافذ بالتوقيت ومش باي طريقة يعني ساة الرئيس وهبيلف معنا كده هيبص على كل طوبة في الارض وهيبص على كل عمود وعلى كل حد يعني هو التفاصيل اه لا ما بيبصش على على مجمل العمل اتحقق العمل طيب مبروك كويس نشوف غيره انا عايز اقول لك البرامج ساة الرئيس بيشوفها معنا البرامج التدريبات بيشوفها في الجامعات الاهلية طبعا انت بتدريس ده ليه وده هشتغل فين بعد كده ولسه كنا في منقشة يعني قريبة في اخر مرة ساتو بيقول لي قول لي فرص العمل للتخصص ده ايه عايز اعرفك هيخرج يفيدني بايه كدولة مش هنا بس لان هو دايما ساتو بيقول انا يعني يكفيني ان انا اعد انسان مصري نافع للانسانية ليست بضرورة نافع على مصر لكن ما هو في النهاية هو سفير مصري مزبوط فاذا الفرصة المتاحة حاليا بهذا الجهد وهذا الدعم الكبير المادي في مجالات التعليم هي فرصة تخليني انا وزمائلي في المجلس اعلى الجامعات بنشتغل شغل من نار علشان ما نضعش مش يوم ما نضعش ديها هل الصعيد دلوقتي ممكن يقولوا احنا نصبنا فين في الجامعات الاهلية ساتر وزير اسيوت سهاج لقصر اسوان فيه اكثر من كده نصيف يعني تقريبا خمسين في المية من النصيف امتى فنم يكون اول جامعة اهلية في الصعيد لا احنا شغالين يعني كل الجامعات اللي بحكي حردك عليها دي هتشتغل في نفس التوقيت يعني مش هنخلص مجموعة وانتنين مجموعة تانية كل ده رايح في نفس التوقيت طيب انا الحقيقي احنا اول ما اعلن على صفحتنا ان احنا في شرف وجودنا مع حضرتك هنا في الجلالة وطلبنا ان الناس توجه اسئلة لحضرتك جالنا عشرات الاسئلة وكلها امور الحقيقة بتتصل بالتعليم سواء العالي طبعا سواء بالجامعات الاهلية او غيرها فاساسا حضرتك نخرج لفاصل ونستعرض بعض من هذه الاسئلة شكرا جزال لحضرتك نخرج لفاصل ونكمل مع سيادة الوزير والساس دكتور خرد عبدالغفار خليكم معنا برحب بحضرتكم مرة تانية موجودين في جامعة الجلالة وانا تشرف ان احنا نكون في صحبة الاسئلة دكتور خرد عبدالغفار وزير التعليمي علي والبحث العلمي سيد الوزير برحب بحرك مرة تانية اهلا بيجي سيدا اهلا بحضرتك الحقيقة اول ما اعلننا النسياتك معنا فجلنا عديد الاسئلة عشرات الاسئلة من الطلبة واوليالامور واعضاء هيئات التدريس وفي قد كتير جدا في المجتمع فلو حرك ازنتيلي ممكن اعرض شوية منهم خدر شكرا جزيلا مجموعة اسئلة بخصوص الجامعات الاهلية اللي احنا موجودين فيها النهاردة فسؤال من احمد ناشئة حشيش بيسأل هل الجامعات الاهلية هتقبل من دلوقتي طالبي الدراسات العليا والراغبين في تحضير الدولمة الماجستير وخصوصا في مجال الاعلام وإيه الفرق ما بين كلية الاعلام في جامعة الحكومية وكلية اعلام مثلا في جامعات الاهلية اولا موضوع ان احنا نقبل لطلب دراسات عليا طبعا دي في الخطة يعني احنا مش هننتظر سنين احنا هنتظر اول سنة بس يعني طبعا السنة دي عشان احنا بدين الافتتاح مع العام القادم بإذن الله هنبتدي نقبل في بعض البرامج اللي مكتمل فيها عضاية التدريس الدراسات العليا علشان نقدر ان احنا نبقى بنشتغل مرحلة التعليم البكاريوس والليسانس وفي نفس التوقيت بنشتغل دراسات العليا اللي يفرق في البرامج احنا بنحاول ما نبقاش نمطيين يعني بنحاول نبقى فيه تكامل في البرامج الدراسية احنا بيشتغل معانا يعني معظم خبراء التعليم في مجال الاعلام مثلا لو انت بتكلم على كلية الاعلام تحديدا احنا عارفين كلها الاعلام اختلف يعني اكيد دلوقتي مش بنتكلم على الاعلام النمطي اللي هو الزعو التلفزيون يعني الاخسام الاعلام المختلفة نيو ميديا دلوقتي فهناك اللي يختلف ردا على السؤال ان البرامج الدراسات العليا المتخصصة في هذا المكان وكمان احنا بنعمل حاجة اسمها اكاديمية الجلالة للعلوم اللي هو جلالة ساينس اكاديمي ودي مرحلة هنبدأ فيها فورا ان شاء الله بحيث نتخلص على سنتين الجايين دي في قلب المدينة هنا في قلب الجامعة بحيث ان يبقى فيه كلية للدراسات العليا وكليات وساينس بارك او في مركز تميز بتشتغل ابحاث هو الغرض ان النموذج البحسي يكون جزء من النموذج التدريسي اللي الطالب هو لسه في اول سنة يعني اول سنة يتعلم ازاي يعمل البحث العلمي ودي نمازج مكررة عندنا طبعا من النمازج الشهيرة في هذا المجال هي مدينة زويل وجامعة النيل من الاتنين دول عندهم الفكرة التعلم المبني على البحث العلمي من اول الدراسة عظيم حيث ان تم داك خليني اسأل انا سؤال شخصيا يعني من ضمن ازالة المشاهدين احنا قدرنا ازاي نجيب الفلوس دي يعني الجامعة الاهلية الواحد احراك بتتكلم احنا فيها فوق 13 مليار بنبني اكتر من عشر جامعات اهلية من الصعيد لغاية مطروح جبنا الفلوس دي منين وازاي قدر الدولة انها توفر لاحتمالات المالية دي كلها والله يعني تاني يعني انا ممكن كنت عدى احلم بملفات اي وزير على الفكرة اي مسؤول وهو قبل الوزارة بيبقى عنده احلام مش احلام ان هو يبقى وزير احلام ان هو لو لو المكان بتاعه ده حابب ان يبقى احسن حاجة انا كاستاذ جامعة اكيد كنا في وسط الجامعين والاسادة وعضايا التدريس لانفوستيهم كنا دايما بنحلم بافكار جديدة طب هو احنا ليه ما نطورش كزا وليه ما نفتتحش جامعات اكتر ليه ما يبقاش برامج التعلم ليه وليه 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 كثير علوم تكنولوجية زي الحراج لصد بطول عليها في الجلالة مثلا يعني بالضبط يعني بيبقى عندنا اسئلة كتير لكن يفوجأ لما تتولى المسؤولية وتبقى انت المسؤولية في رقابتك وكأن ربنا بيقولك طب تعالى بقى اللي انت كنت بتشوفه ده واللي انت كنت بتتكلم عليه تعالى ورينا هتعمل فيه جرب وهنا ييجي الاختبار الحقيقي لأي مسؤول اكيد لو انت احلامك دي كلها مش مدروسة ومش عارف انت بتتكلم في ايه ومبنية مش على رأي انسان يعني احنا دايما عندنا برامج وخطط بنشير بعض فيها علشان نصل الى افضل العناصر يتبقى دايما تحقيق الحلم مبني على عناصر كتير اوي من ضمنها الحاجات المادية اللي بتتكلم عليه يعني نقعد نحلم ولكن نصطدم دائما بالواقع ان هناك اولويات للدولة معنية بمشاريع قومية خاصة بكذا وكذا وكذا انا كنت محظوظ وازعم ان ده فضل من عند ربنا ان يعني في خلال حياتي الوظيفية اقدر ان انا اطمئن واقول ان يعني ربنا حقق لي حاجات كتير جدا من اللي انا كنت اتمنها وده مش بفضل طبعا ربنا فوق هو فضل صعب الفضل للأوحد لكن الحقيقة الدولة نفسها متمثلة في رئيس دولة داعم جدا وساند جدا وفي ظهرك جدا لما يكون هناك مشروع قوي ومقتنع به وشايفه رايح فين فبتشتغل انا ومجموعة العمل الكبيرة جدا الضخمة اللي معانا علشان نوصل اليوم اللي احنا موجودين فيه النهاردة ونشوف في ظهرنا زي محارتك شايف كده ده مركز مؤتمرات عالمي في قاعة فيها 1300 شخص على ارقى مستويات من التكنولوجيا العالمية فيها اربع قاعات القاعة الواحدة تسيع من حوالي من 300 إلى 400 فرد فيها كل التقنية فانت بتكلم على مش جامعة للتعليم ده انت جامعة تستطيع انك تدير مؤتمرات عالمية من خلالها زي جامعة كلام ده كله يحصل ازاي من غير ما يكون فيه ايمان ودعم ودفعة قوية جدا ومتابعة دقيقة جدا فالسؤال انا مقدرش اجاوب عليه لكن زميلي من اول وزيرة التخطيط لوزير المالية وعلى رأسهم الدولة وترئيس مجلس الوزراء المؤمن باهمية تنفيذ تكلفات ست الرئيس في الاول هو ده اللي خلالنا انحقق اللي احنا عاديم فيه فيه سؤال من مهة احمد بتقول متى سيتم الاعلان عن اسماء الهيكل الاداري واعضاء هيئة تدريس المختارين في الجامعات الاهلية وده مش اعلان يعني بنعمله بشكل رسمي هو كل جامعة حاليا بيتشكل لها مجلس اماناء في حلاصة انطلع القرار قريب للتشكيل ده وفيه قائم عامل رئيس جامعة وفيه امين عامل جامعة وفيه نواب رئيس جامعة يعني فيه اورجانو فورم كامل اتعامل للجامعة هي المسؤولة عن الانتقاء من كل القطاع الاداري والقطاع التعليمي فاللي كان معد من المتؤكد ان السؤال ده معني به ان احنا كنا متقدمين من ضمن المتقدمين عايزين نعرف احنا تم اختيارنا ولا هو بيوصل ايميل لللي تم اختياره وبيتم استدعائه لبداية التعاقد فطبعا احنا بلتكلم عن 65 الف واحد تقدم للعمل واحنا اعتمدنا في ادارة العملية التعليمية والادارية من خلال هذه الجامعات بيعتمد على الكفاءة وليس الكم زي ما قلت لحارتك فحيبقى من خلال الويب سايت او خلال الموقع الرسمي لكل جامعة حيتم اعلان الناس اللي هم تم اختيارهم بشكل قريب جدا ان شاء الله سؤال اعتقد حضرتك تفضلت بالاجابة عليه من فيروزة الاشراف ما هي خطط الوزارة لدعم الصعيد بجامعات اهلية او بتوقامات للجامعات الحكومية مع جامعات اجنبية حريز اكارت انهيبه فيه اربع جامعات في الصعيد اهلية طب التوقامة ما بين الجامعات الحكومية وما بين الجامعات الاجنبية هل دوارد في الصعيد؟ لا ده جامعة اسيوت عاملة خلي بالك جامعة اسوان ونحن كنا بنتكلم على الترتيب العالمي في الجامعات جامعة أسوان فازت جامعة الأولى على مستوى مصر دي جامعة من الصعيد وفازت بنمرة واحد على مستوى الصيتيشن يعني كم الأبحاث اللي اتخرجت من جامعة أسوان وتم الاستشهاد بيها أخدت نمرة واحد على مستوى مصر ومتالي نمرة عشر على مستوى العالم في كثير من التخصصات فالتركيز على جامعات الصعيد من حيث التوأمة ومن حيث التوسع في التعليم ده شيء أهم جدا وإحنا بالنسبة لنا زي ما قلت هاردك عندنا سهاج وعندنا أسيوت وعندنا لقصر وعندنا أسوان وعندنا بني سويف وعندنا حلوان يعني لو انت خدت خط صعيد من أوله لحد آخره هتلاقي فيه عندنا أكتر من 60% من التوسعات في الجامعات الأهلية بالتوأمة لأن ده شرط هو جامعات الأهلية ليست فقط جامعات الوحدية كده ده هو هناك تأكيد على أن الجامعة الأهلية لابد أن يكون هناك شراكة دولية من خلال التفاقيات الدكتور طرق الحصري بيقول سؤالي لمعالي الوزير لماذا تقوم الوزارة بترخيص فروع لجامعات أجنبية في مصر مصروفاتها أعلى من مصروفات الجامعات الأمب الخارج وضرب مثالين الحية ألم يكن من الأفضل جامعات خاصة أو أهلية مصرية بشهادة مزدوجة خالص التحية والتقدير لحضرتك إحنا في مجتمع كلنا عارفين أن فيه كل أطيافه لازم نحن نتخطيبها بمعنى إحنا عندنا جامعات حكومية مجانية بتخاطب شريحة عريضة من المجتمع الغير قادرين على التعليم فإحنا كدولة معنين بهذا إذن 27 جامعة حكومية عدد من الكليات والبرامج بدأت من توسع بها سنويا بشكل جميل جدا عشان نخطب هذه الشريحة لكن أيضا هناك شريحة قادرة على أنها تصفر أولادها في الخارج وأنا قلت لحردك هناك ما يقرب من 30 ألف طالب مصر بيسافروا بره ليه يا دكتور طارق عايزنا نحرم الأولاد اللي بيسافروا بره دول من أنهم يلاقوا نفس مستوى التعليم بنفس الشهادة التعليمية من جوة مصر مش مصر أولى بولادها مش مصر أولى بعدم اختراب بولادها وتوفير عملة صعبة خارجها بره محطة فانما أنا آسف جدا حتى بعض الأسر بدأت تودي أولادها لدول وجامعات الحقيقة ربما في ترتيب متدني في التصنيف الدولي أو حتى شهادتها غير معتمدة ولكن اسم الخارج واخد شهادة من بره وخلاص تكتير اللي احنا بيسميها درجة تانية ودرجة تانية ودرجة تانية ودرجة ربعة من الجامعات فإذا إحنا عشان يبقى البرتوفوليو كامل إحنا عندنا جامعات حكومية عندنا جامعات دولية أنا هاخد لك الإكستريم جامعات دولية ومخطئ اللي يقولك إنها بأسعار تقارب لأبدا إحنا عارفين كويس أوي الأسعار بره عملة إزاي والجامعات هنا الدولية عملة إزاي ثم جامعات خاصة وهي في شريحة أقل من الجامعات الدولية من حيث الفئة ثم جامعات أهلية ثم جامعات تكنولوجية إذن كل دي نمازج تعليمية مختلفة تخاطب كل شرائح المجتمع يعني محدش يقدر يقول طب هو أنت سايب ليه المجانية لا إحنا بنتوسع في المجانية بشكل كبير جدا طب أنت ليه ما بتحققش يا جامعات دولية شهادات معتمدة في الخارج لا ده إحنا عملنا القانون وده مش سهل إنه بقولك عليه ده ده شوط طويل جدا لحد مناصل الاعتماد من مجلس النواب بقانون ينظم عمل الجامعات الدولية في مصر وشراكات ورسالة أهمة للمجتمع العالمي إن مصر أمان مصر سياسيا مستقرة مصر اقتصاديا مكان جازب للاستثمارات هو مش سهل إن أنت تجيب جامعات دولية تعمل اتفاقية علشان تدي شهادة من جوا مصر ده ده أخذ مننا مناقشات وصفر في الخارج لأن أنت تعلم يعني قبالسة الشياطين اللي هم بيسوقوا سمعة بلدنا كان مهم جدا علينا إن إحنا نطلع ونقول لوجه المصر الحقيقي لما نفتح بقى جامعات متميزة هنا خلاص أنت بالنسبة لك بقيت على الخريطة الدولية وده بيفرق في التصنيف العالمي وبيفرق في استقطاب سياحة تعليمية على فكرة السياحة دي لو حسبتها بعدد الأيام الليالي الساحية هتلاقيها أكتر بكتير جدا من السياحة اللي احنا بنعتمد عليها السياحة التقليدية لأنها السياحة التقليدية مرتبطة بعدد ليالي معينة أما السياحة التعليمية وإحنا مركزين فيها كتير من خلال برنامج إدرس في مصر عطلتنا شوية لكن احنا كنا وصلنا لسبعين وخمس وسبعين ألف طالب أجنبي بإدرس في مصر من دول مختلفة حيكو تعد أزعل حضرتك عنده المبادرة إدرس في مصر احنا كنا لسنوات وعقود طويلة جدا الجامعات المصرية قصة جامعة القاهرة وعين شمس وسكندرية هي الجاذبة لأشقائنا من الدول العربية وفي الإقليم ككل ولكن تراجعنا لعقود الحقيقة هل نتخيل أن احنا إن شاء الله بعد وجود الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية الجديدة أن مصر هترجع تاني بجامعاتها الجديدة تكون قبلة للتعليم بالنسبة لأشقائنا العربية هو ده هدف من ضمن الأهداف اللي احنا عانينا بيها بالجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الدولية لأن مصر بطبعتها هي جاذبة لأشقائنا مثلا من الدول العربية أو من دول أفريقيا إنها تتعلم عندنا فيها فإحنا هم بيدوروا على شهادة بيدوروا على تعليم بجودة عالمية ده اللي احنا بنحاول نعمله هنا هل حطين في بالنا تسويق خارجي لعلى مستوى العالم؟ ده احنا بنفكر في تسويق على مستوى أوروبا مش بس على مستوى مستوى يعني احنا بنسوى لجامعاتنا الأهلية وجامعاتنا الجديدة في أوروبا؟ مفيش كلام إحنا الخطة موضوع لكن إحنا أجلناها السنة دي عشان كورونا عشان كورونا إن حردك تعلم إن حركة الطلاب على مستوى العالم تأثرت السنة دي بشكل كبير جدا تصل إلى من 50% ل75% من الطلاب اللي كانوا بيتحركوا عشان يدرسوا خارج بلادهم هتقل السنة دي نتيجة تأثر عملية الإجراءات الاحترازية من قبل الجامعات الدولية فإحنا ما حبناش ننزل بالحملة بتاعتنا الكبيرة الدولية وقلنا نفتح السنة دي وإن شاء الله من السنة الجاية نقدر إن احنا نتوصل إن شاء الله سيد الوزير أنا معايا سؤال للأستاذ محمد حاتم عنده أسئلة كتير جدا بعد أسئلة كتير وجوز كبير منها تحركت أفضلت بالإجابة عليه ولكن عنده سؤال مهم أو بيقول إلى أي مدى وصل مستوى البحث العلم في مصر وهل تم استخدام بعض الأفكار المبتكرة في تطوير الدولة المصرية الجديدة؟ ملف البحث العلم ملف مهم جدا وهو يعني أنا برضو محظوظ أن موجود في وهي مسؤولية كبيرة موجود في نفس نطاق مسؤولياتي احنا اشتغلنا الحياة مع الملف ده بشكل وصلنا إلى أن احنا عدد الأبحاث المنشورة دوليا بشكل عالمي في مجلات مرموقة بقى تضاعف البحث العلمي هو جزء كبير جدا من تقييم الجامعات المصرية يعني وصلنا إلى التصنيفات الدولية من خلال الأبحاث العلمية تحسن بشكل كبير جدا لدرجة أن احنا من سنة ألفين ومثلا في آخر ثلاث سنين أو أربع سنين من ستاشر للنهاردة كنا ما يقرب من ست جامعات في التصنيفات العالمية وصلنا إلى عشرين جامعة في التصنيفات الدولية وعالفكرة لما نقول تصنيفات دولية الألف لما نقول مثلا جامعة إكس أو جامعة إسكندرية أو جامعة الخيرا عجلة أي جامعة يعني في الربعمائة الأوائل أو خمسمائة الأواء أو السبعمائة أو الثمنهمة أو التسعمائة هو هو أصلا تصنيف الجامعات في معظم المقييس من تلتمائة من تلاتين ألف جامعة فإذاً إنت لما تكون من الألف المصنفين ده في حد زاته قبيري أنت بتصنف من ضمن تلاتين ألف جامعة على مستوى العالم فوجودك على التصنيف العالمي هو جزء كبير جدا مبني على البحث العلمي السؤال هل إحنا وصلنا للي إحنا نتمنىه في البحث العلمي؟ أكيد لأ طبعا إحنا عايزين أكتر من كده بكتير وعايزين يبقى فيه بحث علمي تطبيقي يفيد خطة الدولة ويفيد يعني التنمية يعني بحث لي مرضوك أحتاجات الدولة الدولة اللي الدولة محتاجة ده اللي احنا شغالين عليه بشكل كبير جدا بنعمل يعني خطوات تشريعية تدعم لنا بقوله ده عملنا قانون اسمه قانون العلوم والتكنولوجيا والابتكار أو الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار بنتواصل مع المجتمع الصناعي والمجتمع المعني بدعم البحث العلمي علشان يكون فيه التواصل ما بين الصناعة وبين الجامعات ما بين الصناعة والمراكز البحثية هو ده اللي يعمل فرق هو ده اللي يعمل النقل النوعية إن أنا مصنع يجيلي في جامعة النهاردة أسترزينيكا لما عايزي حابة تعمل الفكسين للكوفيد 19 راحت فين؟ أكسفور فإذا المراكز والمعاهد والجامعات هي مكان خلق الفرص وخلق الأبحاث العلمية اللي تغير من شكل المجتمع لازلنا عندنا مشكلة في الثقة ما بين الصناعة وما بين القطاعات التنمية المختلفة وما بين المراكز البحثية إنها تروح لها وتقول لها أنا عندي مشكلة في المنتج ده أو عايز أطور المنتج ده أو عايز أزود القيمة المضافة من المنتج المصري في المجال ده صباحا قبل ما نيجي هنا كنا في مركز في معهد البحث البترول ده مركز أو معهد تابع لوزارة البحث العلمي وبيعمل بالتوازي مع وزارة البترول بالشركة مع البترول فهو الأصل منه هو النظر في المشاكل الخاصة بقطاع البترول والغاز والصروة المعدنية والعمل على حلها من خلال مركز البحثية يعني أنا بكلمك على حاجة بقالها عشرات السنين ما هيش حاجة النهاردة في اجتماع النهاردة الحقيقة يعني المهانس طارق من هو اللي قال إن دعم من خلال الأبحاث العلمية اللي متقدم من معهد بحث البترول لقطاع البترول نقلت القطاع في حاجات كتير بمشاكله وحاجات تانية خالص فإذا هناك قطاعات تستطيع أنها تحل مشاكل الدولة نتمنى في الفترة القريبة أنها تدعم أكتر من كده طيب الحقيقة عندي أسئلة يعني من وليد طارق ومن الأستاذ طارق ودكتور طارق الحصري تاني سؤال بنفس الفكرة يعني لماذا لا يتم تعديل المناهج للكليات لتتلقم مع سوق العمل ده سؤال وليد سؤال دكتور طارق كليات التجارة أو كلية التجارة جامعة عين شمس بتقبل حوالي 8000 طالب سنويا وكذا أغلب كليات التجارة ما هي الرؤية لتطوير ذلك؟ حرد من الآخر يعني الرؤية لتطوير ذلك هو التوسع في نمازج الجامعات هو ليه 8000؟ احنا بنزيد 2.5 مليون ناس ما كل سنة وما فيش عدد من الجامعات بيزيد اللي يتواكب مع هذا الزيادة السكانية الملحوظة وبالتالي كان الاضطرار ان احنا كل سنة من سنويا العامة السنة اللي فاتت للسنة دي في الزيادة مثلا 20 ألف طالب أو 30 ألف طالب ده بيروحوا فيين؟ بيروحوا في الجامعات أو في الكليات النظرية اللي هي بتشيل أعداد كسفات زي التجارة وزي الحقوق وزي التربية وزي الأداب طيب هل احنا متمنين كده؟ لا طبعاً لأن احنا عارفين ان هم بيشيلوا أعداد ولكن المخرجات مش محتاجينها بالشكل العددي ده كله التوسع في اللي احنا بنعمله ده والتوسع في الجامعات الأهلية هياخد من 8000 دول تدريجية هياخد من 8000 اللي هرحين تجارة منهم 2000-3000 كل سنة ويبقى أنا عندي 4000 بس وبعدين يبقى عندي 2000 بس يبقى عندي 3 بس وابتدي إن أنا المجتمع نفسه يتغير علشان فيه ناس بتخشي كليات عشان تاخد شهادة من غير ما تبقى وعي هي عايزة تخشيه مجموعة أجاب كده وخلاص طب أنا عامل جامعات تكنولوجية ده برضو حل تاني للدكتور طاري اللي بيسأل ما ممكن الناس تقول طب أنا هروح أتعلم مثلاً فني أو أتعلم تكنولوجيا التبريد والتكييف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة أو صناعة المنسجات أو صناعة الحلية أياً كان ده وده نموذج إحنا عملناه اللي هو جامعات التكنولوجية ولاقي شغل لكن هو بيفضل يروح كلية تجارة أو كلية الحقوق أو كلية الأداب أو الآخر مش بكلم عن المجمل طبعاً عشان ياخد شهادة ويبقى اسمه معاه خد شهادة عوية فإذا هي ثقافة مترقمة عبر السنين بنحركها تدريجياً من خلال توسع في نمازج التعليم توسع في برامج التعليم إن احنا نطلع نتكلم بشكل كبير عشان نقدر نغير في هذه السنة وأكيد الناس منتظرة تنويع أكتر في أشكال التعليم العالي عشان بالتالي يقدر ابنه يروح يتعلم في كلية الجديدة دي ويقدر يلاقي فرصة عمل أفضل فأكيد الناس منتظرة دا ونشكر حضراتكم الحقيقة ونشكر الدولة إنها بدأت تنظر لهذا البعد في سؤال بقى بخصوص أو مجموعة أسانة بخصوص شكل النظام اللي هيسير عليه التعليم في العام الدراسي الجديد وإحنا على بعد شهر تقريبا منه محمد مهدي مثلا بيسأل سؤال في الإطار دا بيقول النظام المتبع في نيو سميستر هيكون اسمه إيه وشكله إزاي هل ترادشنل ولا أونلاين بالنظام التقليدي ولا هيبقى أونلاين ولا هيبقى هاجين ما بين الاتنين وإحنا كأعضاء هيئة تدريس وطلبة محتاجين وقت نتدرب عليه ولا هنستعين بما تم في السميستر اللي حصل في وقت كورونا وفكرة ريموت إدوكيشن محتاجين نفهم ونعرف تفاصيل هو قال أسئلة وقال إيجابتها هو بيسأل السؤال يعني هو اسمه هاجين وهو قال كده هاجين يعني مزيج ما بين التعليم عن بعد وبين التعليم داخل أرواق الجامعة الغرض منه طبعا اللي حصل في العالم كله بعد كورونا حصل ربكة عالمية إحنا استغلنا لفرصة الربكة دي مع يوم 15-3 وأنا أذكر لأنها روح تجامعة القاهرة يوم 16-3 الثاني يوم تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس المصرية والقرار رئيسات الرئيسة وأساتذتنا والزميلنا من عضايا التدريس وهي معاونا الحقيقة عملوا عمل بطولي في ظل الإمكانيات المتاحة في هذا التوقيت إن إحنا نغير بسرعة جدا من نظام الدراسة بتاعتنا لتبقى دراسة أونلاين ونجحنا بشكل جبير مش عايز أقول نجاح صاحق لكن نجحنا في حدود الفترة الزمنية اللي العالم كله تعرض عليها اللي تفاجئ بيها وعلى فكرة ما فرنسا تقفل دراسة عندها في نفس اليوم أو بعدها بسبوع أو أمليها بسبوع نفس حكاية في إنجلترا فالعالم فوجئ في نفس التوقيت إنه هو الناس مش هتروح الجامعة وما فيش تعليم تقليدي ولازم يتعلمه بطريقة مختلفة وإحنا كنا جزء من العالم ده وتعملنا معه وتعملنا معه بنجاح كبير جدا حسنا السؤال هنبني على اللي احنا تعلمناه هنبني هنبدأ إزعام الدراسة الجديدة بنظام التعليم الهاجين هنتمرن عليك عضاهي التدريس وهي ومعاونة ما فيش مشاكل والعالم كله بيتعلم يعني ما حد يشقول إيه طب ما إحنا ما نقفل بقى السنة دي عبير ما ناخد سنة نتعلم لا ما فيش حاجة اسمها كده إذا كنا ما قفلناش وكملنا الدراسة في سنوات الدراسة النقلة أو سنوات الدراسة النهائية فإذا التجربة بتعلمك إنك إنت والحاجة بتعلمك إنك إنت تبدع وإنك إنت تخلص وفي نفس التوقيت بنستعد بالبنية التحتية المعلوماتية علشان يبقى الحاجات دي متاحة ممكن من الحاش مع بداية العام الدراسي لكن في الترمي التاني نقدر نلحق طيب في نفس الإطار هشان فتح بيقول سؤالي لمعاين الوزير هل سيتم تخصيص منصات تعليم عن بعض للكليات العملية تحديدا؟ هي نفس الفكرة بس طبعا الكلات العملية بيبقى فيها جزء تطبيق وتدريبي أكتر من جزء النظري فالجزء النظري بيمثل هنقول عشرين خمسة وعشرين في المية غير الكلات النظرية فهنبقى معنيين بتوفير منصات التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بعد الأجزاء من المناهج التدريبية اللي هي لا تحتاج إلى التواجد داخل الورش والمعامل والعيادات زي كليات الطب والصيدلة والهندسة والحاسبات وعكس لكن ما فيش شك أن الكلات العملية هيبقى تواجدهم بشكل التدريبات العملية أكتر من التعامل مع الكلات النظرية بعيد بقى شوي عن الجامعات والتعليم العالي في سؤال من حسام فريد بقصوص كورونا والأرقام اللي سيادتك أعلنتها والإحصاءات لك أعلنتها في أحد المؤتمرات قدام سيادة رئيس فبيقول في أحد المؤتمرات وضح مع لي أعداد إصابات كورونا السؤال كيف تم حزبة هذا الرقم والمتوقع في الفترة القادمة من أعداد طبقا لطريقة حساب وزارة التعليم العالي وضح نبقى فيه طريقة حساب خاصة بوزارة التعليم العالي لكورونا لا أي علوم البيانات يعني إحنا اعتمدنا في هذا المجال كان مهم في التوقيت ده على الفكرة أنا مش ناسي اليوم ده كان يوم الخميس 21 مايو كان قبل رمضان ما يخلص بيومين وكنا يمكن في التوقيت ده في وقت صعب جدا على مصر كلها يعني كان العدد بيتزايد وكان فيه حالة قلق كبيرة وأثناء العرض على السيدة رئيس الحقيقة قابليها بأيام قليلة يعني سيدة توجه أن يكون لأن إحنا كنا من خلال إدارة الأزمة سواء في إدارة الأزمة للشكل اللجنة الصحية المصغرة أو اللجنة العليا اللي بيجتمع معاها دولة رئيس مجلس الوزراء من أول يوم في الأزمة من آخر فبراير لحد الأسبوع اللي فات بشكل تقريبا في الأسبوع مرتين أو ثلاثة لمنقشق تفاصيل التفاصيل كان مهم جدا أن المجتمع نفسه يدرك أن النموذج ده أو منظومة الأزمة دي بتودار بشكل علمي وزارة الصحة في المقدمة معنية بشكل كبير جدا بتوفير الخدمات الصحية تبقى لمسئولياتها من خلال الوزارة وزارة التعليم العالي من خلال المستشفيات الجماعية كخط دفاع خلفي بالتنصيق مع كل الجهات المعنية لأننا عندنا مجتمع مدني وعندنا قطاع خاص وعندنا قوات مسلحة وعندنا شرطة منظومة صحية ضخمة المستشفيات الجماعية كان لها دور كبير في عز أزمة كورونا في شهر مايو وفي شهر يونيو خصوصا للحياة بالضبط يعني محدش الدولة ما تهزتش في دول كتيرة لو رجعنا لتاريخ خدا نشوف أنها منظومتها حصل فيها رجة كبيرة جدا سواء اقتصاديا أو صحيا أو ما شابه زيك فكان مهم في هذا اليوم تحديدا أننا نطلع نقول أننا الأزمة بتدار بشكل علمي بشكل مدروس معتمد على علوم البيانات وعلوم البيانات الإحصائية وعلوم البيانات الوثاقية اللي بتعتمد على دراسة الأرقام المبلغة والأرقام المتوقعة السابقة والحالية والمستقبلية الغرض من الدراسة دي أو من العلوم ده أن أنت دايما صنع القرار بيحتاج يعرفه وراح فين يعني إزاي نقعد مع دورة مجلس الوزراء ونقول له الأعداد اللي احنا بتشوفها دلوقتي دي ما تخوفش إمتى نخاف وإمتى نبقى متوقعين الزيادة وكنا ساعات بنتوقع في هذا التوقيت أرقام بعدها بشهر ونقول إن احنا بعد شهر هنوصل لخمسين ألف وده حصل في منتصف يونيو لما وصلنا له زروح رجزة كارتن الأعداد هتقترب من الألفين حالة يوميا وكان المجتمع ساعاتها لما كان بيسمع خمسمية كان بيحصل له نوع من أنواع الزعر فكنا بنقول يا جماعة الأرقام في حد ذاتها ما تمثلش أرق لحد ما نكون إحنا قدرتنا على الاستيعاب المنظومة الصحية لهذه الأرقام وتحليل نسبة الوفيات وتحليل نسبة النمو اليومي التغير اليومي من النهاردة البكرة كل دي دراسات حسابية التعتمد على اليوم بيانات ومشتغلناش لوحدينا عشان نبقى منصف اشتغلنا مع الدكتور شامل عسكري من جامعة شاكمان في الولايات المتحدة الأمريكية وهو عالم مصري في هذا التخصص في علوم البيانات والاستشعار عن بعد وعلوم الأرض ومجموعة عمل من عنده ومجموعة عمل من عندنا اللي كانت بتطلع من وقت للتاني تطمئن المجتمع متقلقوش احنا ماشيين اللي احنا مفروض نعمله وإحنا لما نتوقع ايه في المستقبل والحمد لله يعني زي محرك قلت يعني جزء كبير من الدراسات المبنية على على دقة ونسبة الخطأ اللي هي سعاد بنبص عليها اللي هي اتنين من عشرة اتنين في المية يا واحد في المية علشان نقدر نصل الى توقع اقرب ما يكون الى الحقيقة طبعا هي في النهاية هي علوم متغيرة لانها محدش يقدر يعتمد عليها ويقول طبعا أنا بقى مش هاخد اي احترازات وان شاء الله احنا بقنا كويسين واحنا قلنا كده او البحث العلمي قال كده طبعا ده مش صح احنا بنحلل بدقة بيانات ماضية وحالية عشان نستشرف بيها بيانات مستقبلية طيب في ضوء ده وايضا اجتماعكم الاخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستعداد لموجة تانية محتملة من كورونا لقدر الله الى اي مدى المستشفىات الجامعية جاهزة في هذا الاطار وبتنفذ استراتيجية الدولة في الاستعداد خلينا متفقين ان احنا تعلمنا كلنا العالم مش احنا يعني تعلمنا من خلال الازمة اللي مرت علينا فاتبنت خبرات مترقمة احنا انا لسه كنت بذكر في بداية الازمة لما كان في بعض الاطباء والحية التمريد بيصابوا في مستشفيات كان بتيتقل بالدنيا معين احنا قلنا في هذا التوقيت يا جماعة ده شيء عادي وعالمي وهيحصل وبيحصل فكنا التعامل مع الجائحة سواء على مستوى المجتمع او الفرد او التحليل او الدواء عالميا كان هناك تخبط كبير اكيد احنا دلوقتي بقى عندنا خبرات مترقمة عبر مرورنا بتجربة ست سبع شهور خلتنا تعاملنا بنجاح في المرحلة السابقة لكن اتصور ان احنا كمان مستعدين بشكل كبير جدا للمرحلة القادمة الاجابة على السؤال يعني بيكلفنا سادت الرئيس ومتابعة سادت الرئيس والحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء ان احنا خطة متكاملة من المستشفيات الجماعية تاني كخط دفاع خلف وزارة الصحة اللي هي عاملة شغل اكتر من رائع من خلال الازمة او من خلال الاستعداد اذا كان فيه موجة تانية المهم جدا للحقيقة مش ان احنا نبقى مستعدين بس المهم جمان ان المجتمع نفسه يعي ان الحمد لله حاليا عدد الاصابات اقل صحيح عدد الوفيات اقل وعدد الوفيات اقل بشكل عام لان لان عدد كبار السن واصحاب الامراض المزمنة اللي هما كانوا عرضة هما اخدوا بالهم واقعدوا في البيت وما بيجزفوش بالتعرض المشكلة دلوقتي فيه السن الصغير يعني الشباب والفئة العمرية اللي ما كانتش في البوجة الاولى كانت موجودة النهاردة احنا خايفين عليها لان هما دول اللي عندهم نوع من التساهل ومش حاسين بصعوبة الوفيات هما اللي بيتسببوا في نقل عدو بشكل اكبر وده العالم كله منظمة صحة العمية بتحذر منه حاليا دي حقيقة فاحنا كل اللي بنقوله احنا ماشيين في النظام بتاعنا العلمي المدروس وبنتابع الموقف يوم بيوم مستشفاتنا جهزة المستلزمات بتاعتنا جهزة الادوية بتاعتنا عندنا من خلال هيئة الدواء وهيئة الشراء اللي بيعملوا شغل رائع جدا من خلال هذه الازمة ايضا خلف وزارة الصحة اللي دعمها بكل اللي تحتاجه احنا دربنا جيل تاني وجيل تالت من الاعضاء التدريس والهيئة المعاونة علشان يبقوا موجودين في اي لحظة ان هم يتعاملوا مع الموقف فاذا احنا موجودين ونتمنى من الله ان شاء الله ان الموضوع يعني نعديه في خلال الشهرين الجيين شهرين مهمين جدا وفارقين جدا ان احنا نتعدى الازمة دي بنجاح زي ما عملنا في الاول باذن الله اروح لسؤال تاني والموضوع تاني هو هيئة التدريس اكيد كل جهد الدولة بتقوم به اللي هيقوم به وهينفذ هذه الخطط هما السادة اعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية ففيه سؤال من الدكتورة نادة عبدالله بتقول لماذا لا يتم النظر في تحسين الاوضاع المالية لاعضاء هيئة التدريس غيرنا القانون المعني بالبدلات الخاصة باشراف على الرسائل ومناشط الرسائل وتصحيح الاسئلة ده ما كانش ممكن يحصل حاجات بقى لها اربعين سنة وثلاثين سنة ما تغيرتش ايضا عملنا صندوق لرعاية احوال اعضاء التدريس واثارهم اجتماعيا وده ما كانش موجود وجبنا له مصادر دخل جاية من الجماعات الخاصة والجماعات الاهلية اللي احنا موجودين فيها فإذا نظرنا على تحسين احوال عضاء التدريس اجتماعيا وتدريبيا وصحيا وان شاء الله حاجة قريبة بإذن الله على موضوع المعاشات بنشتغل فيها مع وزارة المالية ومع مجلس النواب علشان نحسن فإذا انت عندك حق ما ينفعش يكون بنطور في عملية تدريسية ومش بالنا العاملين والمؤسرين في العملية كلها وعضوا هاي التدريس مش بس كده يكون عنده استقرار شامل والعملين طبعا والعملين وإداريين وعشان كده احنا عندنا برضه فعلنا صندوق تحسين أحوال العاملين في الجامعات المصرية وبنصرف له من وقت للتاني وشغالين على دعم هذا الصندوق فالملف ده ملف مهم جدا لأن محدش يعرف يشتغل وهو مستريح من غير ما هو يكون مطمئن على العالم حقيقي أشكر سيادتك في عندي بقى مجموعة أسئلة كده على بعضها هارضها لحضرتك خاصة بقى بفكرة الرصوب والرصوب في العام التالي نتيجة لإهمال أو تقصير أو ما شابه فعند مجموعة أسئلة هترحها لحضرتك وأترك الحركة الإجابة حمد الميتوالي بيقول هو فعلا فيه ترتيب لرفع مجانية التعليم في السنين القادمة أم إشاعة في نفس الإطار منال بتقول حقيقي غرامات الرصوب للطالب الجامعي هل يعقل إن طالب يسقط في مادة يدفع 10.000 جنيه نرجو الحقيقة محمد يونس بيقول بخصوص الطالب الراصب في مادة في الكلية ودفع مصاريف عالية لو الطالب فقير ومش معاه الألوف لدفع الرسوم يتحرم من دخول الامتحان أترك لحركة الإجابة أول حاجة مجانية التعليم بحكم الدستور لا مساسة بها يعني محدش يقدر يفكر في هذا الموضوع بالتالي إحنا ما بنتوسع في الجامعات الحكومية بالله أنا بحكيها لك ده ده إحنا بندعم مجانية التعليم يعني إحنا عايزين نتوسع كل محافظة في مصر يكون فيها جامعة واثنين وثلاثة علشان نخاطب الشريحة اللي هي تقدر تتعلم من غير حاجة بس ما ننساش أن الدستور لما قال مجانية التعليم هو كافل مجانية التعليم للناس اللي بتنجح يعني أنا مش قادر أتصور إزاي واحد يكون داخل يتعلم بدون عذر أنا بتكلم على داخل يتعلم عشان ياخد باكدروس أربع سنين أو في خمس سنين أو أي أن كان النوع التعليم بتاعه وبعدين ربنا مديله الميزة دي والدولة مديله الميزة دي إنه هو يتعلم مجاني وبعدين يرصب طيب هل الرسوب ده بعزر أيوة هو غير مخاطب بهذا القانون إذا كان بعزر لأن العزر ده بيتقدم بعزر عند الدخول الامتحان بيعتبر النص تبقى لنص مادة فلاحة تنفيذية غير مخاطب طيب هو حصل ظرف طارق هو راحل امتحان أو أسري أو أي أن كان خلته إنه هو في هذا العام رسم هل هو مخاطب هذا القانون الحقيقة برضو القانون حط مخرج لهذا وقال لمجلس الكلية ومجلس الجماعة ورئيس الجماعة الحق في تخفيض أو رفع جزء أو كل الرسوم الدراسية فإذا نحنا على حسب العزر أو على حسب الظرف الطارق اللي طالب تعالى لكن ما تقنعنيش إن طالب عشان يأجل تجنيده بقاله 15 سنة وإنت يمكن في برنامج من البرامج بتاعتك قلت إنك تعرف نمازج بالها 10 سنين أما حكاية إن اللي بيسقط في مادة إحنا ما قلناش اللي بيطلع بمادة عليه رسوم خالص يعني اللي يسقط في مادة ما فيش على الرسوم لا يا فندم إحنا بنقول اللي بيعيد السنة اللي بيعيد السنة اللي نشال بالبلد يعني شال كزا مادة أربع خمس مواد هو جات له فرستين هو اكتلع بثلاث مواد وصيء التاني أو صيء في أكتر من ثلاث مواد فبالتالي نطبق عليه نظام الرسوم إنه باقي للإعادة فإحنا بنطبق على الباقي للإعادة الباقي للإعادة هو إحنا بنستغرب ليه من القيم إذا عرفنا إن القيم دي هي تمثل 10 إلى 15% من القيم الحقيقية اللي الدولة بتدفعها للطالب ده فإحنا من مصلحتنا إن الطالب ينجح مصلحتنا إن الطالب يكتهد علشان يقدر إنه هو يتمتع بالمجانية ويدي فرصة لغيره ياخد الكرسي اللي هو كان هيسقطه يغد وياخده طب حقيقة أنا عندي سؤال أخير لحضرتك بخصوص الدبلومة الأمريكية من الأستاذة أماني بدران هو سؤال طويل الحقيقة جدا يعني ولكن أعرف من حضرتك التنسيق اللي بيتم مع دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بخصوص إيجاد مخرج أو حل ليه طلاب الدبلومة الأمريكية سواء السات أو الأكت يعني أمس تحديدا يعني قرب منتصف اللي للدكتور طارق كان بيكلمني في تلفون لهذا الغرض هو الملف ده بتحديدا يتبع وزارة التربية والتعليم لأن أي شهادات قبل جامعية واعتمادها هي مسؤولية وزارة التربية والتعليم وتخاطب المجلس الأعلى لاعتماد الشهادة أنها تبقى زي شهادة السنوية العامة إذن الدولة المصرية هي معنية بشهادة السنوية العامة في المقام الأول أي شهادات أخرى فهي لابد أن تعادل بالسنوية العامة وبالتالي الشهادات الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وما شابهها ذلك لابد أن تعادل من التربية والتعليم حتى يتم اعتمادها في دخولك للجامعة حقيقة فإذن أنا بالنسبة لي بنتظر الطالب لما يبقى عنده درجات بنساءه في ضغط درجات البتاعته واندخله الجامعة حصل إشكالية في الدبلومة الأمريكية إحنا رصدينها من مارس اللي فات مش بس حاجة حديثة يعني من سواء من الغاء اللي امتحانات نتيجة الكورونا أو نتيجة تسريب الامتحان اللي برضو الدولة المصرية لا ناقة لها ولا جبل لا ناقة بيها كحكومة لو وزارة البياء التعليم لأن ده ميجي من كوليج بوردو من أمريكا وهم اللي بيشرفوا عليه وهم إحنا كل اللي بنعمله بناخد الدرجة من الولاد دول وبننساءهم في أفضل الدرجات اللي أخدوها بخلال ثلاث سنين يعني إحنا كمان بناخد لهم بنقول لهم ناقوا أحسن درجات أخدوها في كل المحاولات فبالتالي اللي حصل ده إحنا متعاطفين معاك جدا كحكومة أو كدولة ولكن الحلول اللي بنحاول نعملها هدلوقتي من خلال الدكتور طارق والتنسيق معنا هي حلول علشان ننقذ جزء من الولاد اللي ملحقوش يعملوا التحسين أو مخارج الكوليج بورد بتقول من خلال مكاتبنا إن معظم الطلاب مخلصوا وجهزين لدخول التنسيق يعني أكتر من 90% والعجيب بقى إن زي ما بيجي لحضرتك الحاجات اللي زي كده بيجي لنا إحنا بقى من الناس التانية اللي هم مخلصين وجهزين ومحسنين وعندهم درجات بقى تلات سنين بيقول لك إحنا لو سمحت ما تسوناش من الولاد اللي هم لسه مخلصوش إحنا عايزين نخش جماعاتنا وما تستنوناش فإنت أمام أغلبية انتهت من هذا الموضوع وجهزة وأمام أقلية إحنا متعاطفين معاها لسه بدخلوش وبنحاول نجي بلاها حل بس مشالي لا بيجي بلاها حل هو بيجي بلاها حل هي الدكتور طارق وأنا متخيل أنه هو أعلن وهيعلن قريبا على حلول كثيرة سواء اعتماد نموذج آخر من الامتحنات وإحنا اعتمدناه اللي هو الـ هاي سي تي حيقولوا لك ناس الـ هاي سي تي إحنا مش عارفين نخشه إحنا لسه متدربناش عليه والتسجيل عليه مش عارفين ندخلو سجدوك يعني هو إحنا يعني إحنا بنحاول نلاقي حلول فانت ليه بتلومني على إن الحل ده بقالك فاضل لك عشرة يام على دخول الامتحان ده مش أنا أنا بتكلم على على البلود فانت بتلومني على شيء إحنا بنحاول نساعدك بنحاول نقولك البديل اللي إحنا اعتمدناه هو كمجلس أعلى هو النموذج ده والدكتور طارق كمان بيفكر في نموذج تاني علشان يبقى مع الاي سي تي ده حلول لولدنا فانا بس برجو الأسر اللي أنا مقدر جدا يعني دي مستقبل ولادهم وده وإحنا مسؤولين عن المستقبل ولادهم ده وهنعمل كل اللي نقدر نعمله سواء هنأجل التنسيق ليهم علشان ندخلهم في التنسيق وده اللي هم بيسألوا عليه تحديدا ودكتور طارق سألني مبارح في هاجزة الموضوع مع زميلي في المجلس الأعلى إن شاء الله هنأتفق على إن إحنا نفتح مساحة من الوقت زيادة كمان عشان الولاد دول لما يخلصوا امتحانهم في شهر تسعة وشهر عشرة نستطيع إن إحنا ناخد الفئة دي ونصحها ونعمل لها تنسيق خاص طبعا ما قدرش أجي على الناس التانيين اللي خلصوا وقال لهم استنوا ده برضو ظلم للناس لكن هنعمل نقدر عليه علشان نقدر إن إحنا نستوعبه ده خبر جميل حيا بنشكر حضرتك عليه حقيقة أنا أنا آسف جدا قطلت على حضرتك أنا متشكر جدا لساعة صدر حضرتك ويعني استعابك لينا في كم الأسئلة ولوين الحقيقة أنا بعتذر عن في أسئلة كتير أنا لدي الوقت مش قادر أعرضها ولكن معظمها إحنا تطرقنا إليها بشكل أو بأقر فأنا بشكر حراك جزيلا الشكر وصدر دكتور خلاد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وألف مبروك الكيانة العظيمة اللي احنا موجودين فيه واللي بعد حوالي أسبوعين ثلاثة من دلوقتي هيبقى إن شاء الله مليء بالطلبة والطالبات ألف مبروك يا فندم وكل الشكر مرة تانية أنا اللي بشكرك على وجودك وعلى وجود كل مجموعة العمل اللي معاك وإن شاء الله دعوة تانية بعد بداية الدراسة تكون موجود وبتصور في داخل فصول الدراسية مع الطلبة بإذن الله يا فندم أنا متشكر جدا لحضرتكم بكرر شكر لحضرتك مرة تانية والشكر موصول لحضراتكم دي كانت حلقتنا الخاصة مع المعالي وزير التعليم العالي وجولة داخل جمعة الجلالة شكر لحضرتكم طيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة